كل ما كتب عن حرب أكتوبر المجيدة الحقيقة من كتب ومن أدب ومن روايات ومن حكايات اتكتبت كله بيصنف تحت بند أدب الحرب من وجهة نظر حضرتك ونحب نعرف إيه هو أدب الحرب؟ وبتصنفه إزاي؟ وبتقولي عنه إيه؟ أدب الحرب هو كل ما يوثق لأحداث الحرب وتفاصيل المعارك ويمكن إحنا عندنا إبداع متميز جدا يعني بنباهي به في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم إحنا لدينا أسماء من كتاب سواء كتبوا كتب سجلوا فيها الأحداث بوصائق أو بطريقة أدبية بكتابة روائية أو حتى بعد كده الإنتاج الدرامي وفي الحقيقة مؤخرا حدث نشاط لإحياء هذا الاتجاه بشكل إحنا كنا بننادي به من زمان التوصيق إحنا عندنا أسطورة اسمه أستاذ محمد حسنين هيكل رحمة الله علي الحقيقة ده كان مدرسة ونموذج للمحرر العسكري وللكاتب الصحفي اللي اقترب جدا من متخز القرار وقدر أنه هو طول الوقت بيسجل ويوصق القتب بالتفاصيل الرسمية اللي كانت بتودار في أماكن اتخاذ القرار بوصائق دولية معتمدة وقرخ لـ 30 سنة من سنوات الحرب وكان آخرها حرب أكتوبر المجيد